عبيد لو أقول لك تختار ما بين فهد الرشيدي و أحمد عجب من بتختار؟ هذا هو السؤال توقعته اسم؟ كباتن كبار ومن أفضل مهاجمين عشان الوقت عبيد من أفضل مهاجمين لكن بحكم أني أبخس الرجال هذا وعرفه من حركاته من التختار لا تبرر لا تبرر ما أبرر لا لا أنا ما أبرر بما أن المهاجمين من أفضل مهاجمين عندي ولعبت وياهم ولعبت ضدهم لا تجامل لكن بحكم أن أحمد وياي وعرف كل خطوة يسويها أحمد عجب؟ بالملعب أحمد عجب خالد الرشيدي أو نواف الخالدي؟ خالد الرشيدي من اللاعب الذي ترتاح إذا رأيته بالملعب محمد فريح أو طلال نايف؟ ما تضحك؟ طيب جاوب طالعني جاوب محمد فريح أو طلال نايف؟ يجب أن تختار شوف كلهم عبيد ترى والله متزمين عندنا وقت وعندنا اتصالات وعندنا فقرة ثانية وينبارك فقعد تأخرنا محمد فريح أو طلال؟ أنا أقول بحكم أن محمد يعني وياي بالدفاع فأرتاح أن يكون وياي بالدفاع وياي بالدفاع طرال وسط فراس الخطيب أو أحمد هايل؟ لا أحمد هايل يوسف دابس أو عبدالله أبران؟ يوسف دابس أو عبدالله أبران؟ ما تختار؟ أفضلية نسبية؟ يوسف؟ يوسف داب سأل عبدالله وبران شك تكرر تقوله اي اوكي عشان اثبتت عليك فواز الحساب او جمال كاظمي جمال بحكم اني انا تعملت معه محمد شراغ او احمد موسى والله محمد شراغ او احمد موسى هذا فنان وهذا ماستر من بتختار احمد موسى افضل اداري عبدالعزيز عاشور او السعد المسلم شو جواب هذا عند هذا طيب من مصادرنا اثنين مغربين بالنسبة لك عبدالعزيز عاشور او السعد المسلم اختار شو فيك احمد اول مرة شوفكم تواهيك من بتختار والله كلهم يعني من بتختار كلهم لا مانع اسم عندك ان شاء الله الجراء اللي تقول اسم العزيز عاشور او سعد المسلم العم سعد عندك دعوة عاشة لشخص واحد وبتاخذ منه مهنن الغواص او ابراهيم العدواني انا بغيت اقول احمد اعطا اللي يعرفوا من الثنين هم ربعك المغربين بالنسبة لك واحد اي واحد انا اقول له ابراهيم جاوب انت بداني خلال لا لا من بتختار شوف مهنن كلها مجهول لا عشان اندي فاصل مهنن كلها مجهول اي بتختار ابراهيم ابراهيم كل شكر لك مشاهدي